السلام عليكم لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مرحبا بكم الميكروب الحلزوني او جرثومة المعدة باللغة الانجليزية H.Pylori هو نوع من البكتيريا ذات الشكل الحلزوني تتعايش في الاثنى عشر وفي المعدة تسبب في تدمير الخلايا الموجودة في غشاء المعدة المخاطي الميكروب الحلزوني يقوم بتكوين وسط قلوي حتى يحمي نفسه من الوسط الحامضي للمعدة أعراض الميكروب الحلزوني 1. ألم بالمعدة ألم أسفل البطن فوق المثان البولية فقدان الشهية فقدان الوزن بدون سبب غثيان بالإضافة لانتفاخات بالبطن أسباب الإصابة بالميكروب الحلزوني 1. عدم غسل الخضروات والفواكه جيدا 2. عدم غسل اليدين جيدا 3. تناول مياه شرب ملوثة كن بإجراء هذه التحاليل للتأكد من أنك لا تعاني من الميكروب الحلزوني 1. عن طريق تحليل النفس 1. يوريا بريث ستتناول حبة تحتوي على اليوريا ثم تقوم بالنفخ في البلون يستخدم هذا النفس أو هذا الهواء الموجود في البلون للفحص للتأكد من وجود الميكروب الحلزوني أم لا 2. التحليل الثاني هو الستول بيلوري يتم ذلك عن طريق عينة من البراز 3. ستكون بعمل عينة من البراز في قب معقم 4. ثم يتم فحص هذا البراز هل يحتوي على جرثومة المعدة أم لا 5. هل أنك تعاني من الميكروب الحلزوني أم لا 6. الفحص الثالث وهو عن طريق المنظار هو بدخول أداة رفيعة إلى المعدة والاثنى عشر حسنا يا عزيزي سأقدم لكم أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على الحد من انتشار الميكروب الحلزوني 1. العسل له تأثير كبير لمقاومة البكتيريا الشاي الأخضر يكون بقتل البكتيريا والحد من نموها زيت السيتون له فعالية كبيرة في مقاومة الجراثيم 2. البروكلي أظهرت الدراسات الأمريكية والألمانية أن البروكلي له تأثير كبير في التخلص من البكتيريا حيث أنه يحد من تأثيرها السيء بالمعدة 3. إن كنت قد قررت أنك ستدناول أدوية تعمل على التخلص من الميكروب الحلزوني 4. ليس الأدي مانع ولكن أحذر يا عزيزي 5. لأنها تتسبب في الصداع غفايان شديد ألم بالمعدة 6. امساك براز لون مائل للأسود 6. شكرا لمشاهدتك هذا الفيديو 7. سنسعد باشتراكك في القناة 8. ومشاركتك لقصصنا 9. وإعجابك بها 10. وتعليكك عليها 10. ترجمة نانسي قنقر